اشتركوا في القناة والحزن والعديد من المواقف في يومياتهم وكان الاستار أكاديم 11 وقفات عديدة هذا العام لنبذة العنصرية والتفرقة الدعوة لتضامن الشعوب والأوطان العربية ورفع الصوت في وجه الظلم والإرهاب من خلال عدد من الأغنيات واللوحات الغنائية الاستعراضية التي حصدت أصداء إيجابية على السوش الميديا وفي صفوف جمهور ومتابعي البرنامج فمواقع التواصل الاجتماعي هذه هي المنصة الأبرز لدعم وتأييد طلاب استار أكاديمي ووسيلة للتقريب المسافة بين الطلاب والمعجبين من جهة والمعجبين بين بعضهم البعض من جهة أخرى إلا أنها تحولت مؤخرا إلى ساحة تجاذب بين بعض النماذج من الجمهور التي تدعو إلى التحريض على العنصرية والكلام المسيء بحق الطلاب والبرنامج والبلدان الممثلة بخلاف قاعدة جماهيرية كبيرة هي صورة عن الطلاب المتحدين داخل الأكاديمية والذين يشددون دائما على فكرة رابطة المحبة والأخوة بينهم وقد جرت العادة أن تكون جلسة السوش الميديا نايت فسحة أسبوعية يتواصل الجمهور فيها مع الطلاب تعبيرا عن محبتهم ودعمهم لهم ولكن ما حصل مؤخرا من تجاذبات بين هذه النماذج استدعى قرارا من إدارة الأكاديمية لإلغاء جلسات السوش الميديا نايت حتى انحسار حملات التحريض والعنصرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة